بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلباء إلينا إليكم هذا التمرين الذي يقول من خلال منحنة دلة أف دلة أف ها هي الدلة أف يا أبنائي الممثل لاحظوا ها هو منحنة دلة أف لهذا هو سي أف أعطيت لنا الدلة مرسومة مرسومة على هذا المنحنة باللون الأخضر السؤال الأول قال أعين مجموعة التعريف إذن مجموعة التعريف نبدأ في الأول بمجموعة التعريف يد اتابعوا أبنائي كيف نعمل وها هو المنحنة أمامنا مجموعة التعريف دائما يا أبنائي دائما ركزوا معي أنها تكون على محور الفواصل مجموعة التعريف تكون على محور الفواصل لا تكون على محور التراطيب مجموعة التعريف تنطلق من ناقص تابع جيدا من ناقص ما الذي لاحظه ونبدأ بالسير الآن استمر الدلة مستمرة 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 ها هو قد توصلنا إلى هذا المكان لاحظوا توصلنا إلى هنا أن الدلة أصبحت هكذا تسير ولا يمكن لها الاستمراء يعني لا يمكنها العبور من هذا المكان مهما كان عند كم هذه العبارة عند الناقص أربعة يعني تابعت بها من ماذا لاحظوا من ناقص مالا نهاية وصلت إلى ماذا إلى ناقص أربعة تابعوا أبنائي هكذا ثم المجل المفتوح اتهاد من ماذا ثم انطلقت لاحظوا من هنا ها هو المنحنة كذلك انطلقت من هنا وبدأ بالسير لاحظوا بالسير إلا أنه لا يمكن ونحمد دائما نتحدث على محور الفواسط نكمل السير هكذا انظروا دائما إلى محور الأزرق وصلت إلى هذا المكان لن تستطيع المرور هذا كم هذا المكان هو السفر ثم من ماذا لاحظوا السفر وصلت إلى من ناقص أربعة لاحظوا تابعوا أبنائي تابعوا نقطة تنبي نقطة حتى تعلموا إلى هذه السير تابعوا جيدا نقل قل دي آف انطلقت من ناقص ملا نهاية إلى الناقص أربعة هكذا اتهاد ثم انطلقت من هذا المكان وبدأت تسير إلى هذا المكان كم من الناقص أربعة إلى غاية لاحظ انطلقت من هنا إلى غاية هنا إلى ماذا إلى الصفر مجر مفتوح اتهاد ثم أكملت تسير هكذا دائما انظروا إلى محور الفواسط فقط أنه محور الفواسط في هذا المكان وهذا المكان لا يمكن عبر المنحن يعني الدلة تصبح غير مستمرة يعني من الصفر إلى الزائد ملا نهاية هكذا هذه هي مجموعة التعريف يا أبنائي بأبسط شيء إذا قلت مجموعة التعريف تكون على محور الفواسط يعني لو تخيلنا أن سيارة انطلقت من هنا لاحظوا يعني من ناقص ملا نهاية هيا آتي آتي تصل إلى هذا المكان لا يمكن لها أن تعبر لماذا؟ لأن هذا لا يتركها تعبر وصلت إلى ناقص أربعة ثم من ناقص أربعة انطلقت تسير إلى السفر توقفت ثم من السفر أكملت المسير كيف أكملت يعني مع هذا المنحن هكذا لأن قلنا مجموعة التعريف تكون على محور الفواسط إذن قد أنهينا هذا السؤال اللي هو مجموعة التعريف نأتي إلى السؤال الثاني اللي هو النهايات النهايات يا أبنائي تكون على محور التراتيب ونجد ان نكرر النهايةُ قلت تكون على محور التراتيب مجموعة تعريف على محور المعد النهايات على محور التراتيب ها هو محور التراتيب أمانكم تابعوا تابعوا ها هو محور التراتيب هذا هو محور التراتيب ومحور التراتيب يا أبنائي ينطلق من ن support إلى زائد هذه لا جدال فيها نبدأ النهاية كما يوجد لنا من النهاية هذه هي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة نبدأ بالأولى Limit لما X يقول إلى النقص نبدأ بالأولى رقم واحد تساوي لاحظوا قلت النهاية تكون على محور التراتيب كما أوضح نبدأ بالأول X لاحظوا عند ماذا؟ عند النقص من النهاية ها هي النقص من النهاية للX هذا محور الفواصل X يقول إلى ماذا؟ إلى النقص من النهاية المنحنة عند ماذا يكون؟ لاحظوا عند هذا المكان ها هو المنحنة لو نسقطه على محور الفواصل يأتيكم هنا هذه القيمة كم يا أبنائي؟ لو تلاحظوا هي الواحد إذن لاحظوا المنحنة في هذا المكان بالتقريب يقترب من ماذا؟ لاحظوا ها هو يقترب إلى ماذا؟ إلى هذا الواحد ها هو الواحد إذن نقول تساوي واحد فقط نقول تساوي واحد الآن عندنا كذلك أف لإكس لما يقول إلى الناقص أربعة بقيم أقل ها هي النقص أربعة ها هي النقص أربعة بقيم أقل بقيم أقل انظروا دائما إلى محور الترتيب ها هو المنحنة يعني نازل ها كذا بالنسبة إلى محور الترتيب كم يكون؟ يكون ناقص ملا نهاية فقط الآن عند ليمت لاحظوا جيدا أف لإكس لما إكس يقول إلى النقص أربعة بقيم أكبر بقيم أكبر المقصد يعني في هذا المكان لكن في هذه الجهة لاحظوا المنحنة ها هو المنحنة ها هو المنحنة عندما يأتي ها هو عند زائد ملا نهاية تعطيكم زائد ملا نهاية ثم ماذا؟ الآن هنا في هذا المكان وهو الصفر ليمت أف لإكس لما إكس يقول إلى الصفر بقيم أقل لاحظوا ها هو الصفر بقيم أقل ها هو المنحنة ها هو يا أبنائي المنحنة يذهب إلى ماذا؟ لاحظوا إلى الناقص ملا نهاية ثم ليمت لاحظوا جيدة الأمور بسيطة أف لإكس لما إكس يقول إلى الصفر بقيم أكبر ها هو المنحنة يقترب إلى زائد ملا نهاية لاحظوا جيدة الأمور بسيطة ثم بقيت لنا ليمت أف لإكس لما إكس يقول إلى زائد ملا نهاية ها هي ها هي الزائد ملا نهاية للإكس ها هي الزائد ملا نهاية المنحنة عند ماذا؟ يقترب إلى هذا الخط هذا الخط هو ماذا لو نسقطه وهكذا هو كم؟ لاحظوا واحد ها هي النهاية بأبسط الطرق لاحظوا جيدا هكذا فيكم من يقول يا أستاذ ولو كان المنحنة مثلا هكذا هكذا ثم ذهب إلى هكذا لاحظوا الإكس عند ماذا؟ عند الزائد ملا نهاية الإقلاق اللي هو النهاية عندما تكون تكون عند الزائد نقول ليمت أف لإكس لما إكس يقول إلى الزائد ملا نهاية كم تسوي؟ تسوي الزائد ملا نهاية لكن هذا لا يرد في هذا المثال هكذا إذن ها قد أنهينا سؤال وهو سؤال النهاية كيف أن نستخرجها من البيان بطريقة بسيطة؟ الآن بعد ما تمنا هذا الشيء قال أعطي المستقيمات المقاربة المستقيمات المقاربة يا أبني ها هي أمامكم تستخرج مباشرة من النهاية ماذا تقول القاعدة؟ تقول إذا كانت النهاية إكس يقول إلى المال نهاية وأعطت لكم عدد أعطيت لكم عدد هنا نتحدث الآن عن العنصر الثالث مستقيمة المقاربة فإن هذا العدد هو إجراك يساوي واحد مستقيم مقاربة أفقي هذا المستقيم الأول وعندنا ماذا تقول القاعدة؟ إذا كان الإكس يؤل إلى العدد ويعطي لك مال نهاية شوفوا لاحظوا عدد أعطى مال نهاية وكذلك هنا عدد أعطى مال نهاية لا يهموا نقص مال أو زي المال المهم أعطى مال نهاية نقول إكس يساوي تلك العدد هو ناقص أربعة مستقيم مقارب عمودي لاحظوا جيدا هنا كذلك إكس يؤل إلى قيمة أعطي لنا المال نهاية وبنفس الطريقة من الجهة اليمنى والجهة اليسرى لاحظوا نقول إكس يساوي سفر مستقيم مقارب عمودي لاحظوا إلى هنا الإكس يؤل إلى مال نهاية أعطي لنا عدد يشبه الحالة الأولى فنقول إغلاق يساوي تلك العدد مستقيم مقارب أفقي هكذا يا أبنائي كيف نستنتج المستقيمات المقاربة وها هي تظهر أمامكم ها هي يا أبنائي ها هو مستقيم ها هو أنا وضحه هنا باللون الأخضر ها هو المستقيم الأول اللي هو إغلاق يساوينا واحد أنها هو إغلاق يساوي واحد لأن هذه القيمة واحد وعندنا المستقيمات الأخرى التي هي ها هي أمامكم هي إكس كم يمر على ماذا؟ على النقص أربعة وهنا إكس يمر على ماذا؟ على السفر إذن المستقيم ها هو أمامكم عمودي يعني يشكل زوية قائمة لاحظوا هذا إكس يساوي نقص أربعة وهذا إكس يساوي السفر بهذه الطريقة قد تعلمنا كيف نستخرج من البيان المستقيمات المقاربة نأتي الآن إلى العصر الآخر وهو العصر الرابع وهو جدول التغيرات جدول التغيرات يا أبنائي هو ملخص كل ما قمنا بفعله في الأول تابعوا نأتي الآن إلى جدول التغيرات هكذا تكون لنا المساحة الكافية اللي اسمي هي أبنائي لاحظوا لاحظوا هكذا ونقوم بملئه نقطة بنقطة تابعوا أبنائي أن هذه الأمور أمور أهمة جدا لاحظوا تابعوا جيدا لو نأتي الآن إلى المشتقى كذلك نترك لها المجال هكذا لاحظوا أبنائي حتى التعلموا هذه الأشياء الهمة هنا X الآن تكتبوا في هذا المكان تكتبوا مجموعة التعريف من ناقص ما لا نهاية إلى هذا المكان وهو ناقص أربعة ثم من هذا المكان إلى هذا المكان وهو كم صفر ثم من هذا المكان إلى الزائد ما لا نهاية وهنا الدلة غير معرفة هكذا نضاحظوا يا أبنائي الدلة غير معرفة يعني منطقة أو قيمة ممنوعة نضاحظوا هكذا ونرجع لها هكذا حتى نقول أن هذه منطقة ممنوعة تابعوا أبنائي حتى تعلموا هذه الأشياء وهنا نكتب F فتح لـ X وهنا نكتب F لـ X وهي عبارة الدلة عندنا لاحظوا عندنا الدلة هنا كيف هي لاحظوا لأن السير يتم هكذا يحذروا السير دائما سيروا إلى هذا الاتجاه لاحظوا هي تنزل يعني هنا ناقص هنا في المشتقة ثم من هنا لاحظوا لاحظوا يا أبنائي كيف هي تقوم هي تنزل ثم لاحظوا إلى هنا ها هي تنزل أمامكم ها هي لو نرسمها هكذا نجدها أنها تنزل فقط احذروا فيكم أحد يقول يا أستاذ وها كذا لا نحن نتجه بهذا الاتجاه حذر نحن نتجهها كذا لا نتجه إلى الأمر العكسي الآن نبدأ بالملء الملء هو هكذا فقط لاحظوا أبنائي كيف تعلمون هذه الأشياء بطريقة بسيطة إن شاء الله تابعوا هكذا نبدأ الآن بالنهايات قد حسبناها من قبل النهايات أو هي موجودة مثل ما قلت لكم هي موجودة على الرسم عندنا عند النقص ملا نهاية قلنا تكون كم تكون واحد وعند النقص أربع بقيم أصغر تكون قلنا نقص ملا نهاية وهنا الزائد ملا نهاية وهنا النقص ملا نهاية وهنا الزائد ملا نهاية وهنا وجدناها واحد هنا دائما عند القيمة ممنوعة تكون ملا نهاية هكذا تابعوا جيدا إذن هذا هو جدول التغييرات بطريقة بسيطة قمنا بعملية الملء نأتي الآن إلى السؤال الذي طرح بعد قال مركز التناظر مركز التناظر تعلمون أن عندنا كذلك يظهر هنا مركز التناظر إذن نقول مركز التناظر كما تعلمون أن مركز التناظر عبارة عن نقطة يكون فيها المنحني متناظر إليها إني أراها أنها هي مركز التناظر هنا في هذا المكان لاحظوا عند ماذا الـ X كم ها هو الـ X إذن نسميناها A الـ X يساوي نقص 2 والـ Y نسقط هكذا كم واحد إذن ها هي مركز التناظر بأبسط الأمور أحد من يقول لماذا أختروا هذه النقطة بالضبط لو تلاحظون جيدا كل نقطة متناظرة لو جئنا إلى هذه النقطة وقمنا برسم خط هكذا لوجدناها هنا يعني ما تستناظر أن هذه المسافة تساوي هذه وهذا تساوي هذه أحد من يذهنا أن لهذه النقطة هنا لو تنظرناها لوجدناها هنا ها هو مركز تناظر أخر ليس محور تناظر إنما مركز لأن المحور عبارة عن مستقيم وهذه عبارة عن نقطة مركز تناظر كما تعلمون أن مركز تناظر عنده قانون وهو F لإثنان A ناقص X زائد F لإكس تجسونا إثنان B حيث الأول بهم إحداثيات النقطة A إذا كانت إحداثيات A و B هنا A وهنا B هذا هو قانونه عليكم بحفظه إلا أن هنا نستخرجه من البيان فقط عندنا كذلك شيء آخر وهو نقطة الإنعطاف نقطة الإنعطاف ما هي نقطة الإنعطاف الذي فيها الدال ألاحظ أن نقطة الإنعطاف باللغة الدالجة عندنا هنا نحن الجزائر نقول فيراج ها هو منعطف منعطف حتى في علم السيارات أو في علم الطرقات نقول المنعطف ها هو ما هي نفسها؟ إذن نقطة الإنعطاف هي نفسها مركز تناظر إذن نقطة الإنعطاف نقطة الإنعطاف هي نفسها مركز تناظر هي نفسها مركز تناظر نفسها مركز تناظر نقطة الإنعطاف إذا قلنا الدالة مثلا ف لإكس مثلا تنسألنا مثلا إكس قوى ثلاثة نأتي إلى المشتقة الأولى ف فتحة لإكس كم تنسألنا ننزل هذا يصبح كم؟ ثلاثة إكس مربع ثم المشتقة الثانية نعيد اشتقاقها مرة ثانية مشتقة المشتقة آف لإكس ينزل هذا يصبح يصبح ستة إكس المشتقة الثانية تنعدم نأتي إليها وننعدم ونجعلها هكذا ستة إكس تساوي السفر يصبح إكس يصبح سفر على ستة إكس يصبح السفر نأتي إلى جدول نجعل جدول إشارة للمشتقة الثانية لمشتقة الثانية ها هي قيمتها اللي هي ستة إكس تنعدم عندها ماذا عند السفر معادل من الدرجة الأولى ها هو هنا عكس وهنا نفس المشتقة الثانية تنعدمها هي نعدمت وتغيرها هي غيرت الإشارة ومنه المنحن يقبل نقطة نيطاف ذات الإحداثية ماذا؟ هي الصفر ضاحظوا إذا سميناها أوميجا هي الصفر واف لصفر والاف لصفر هنا تظهر لكم لما تعوضوا هنا في هذه العبارة بالصفر تطير لكم الصفر وهي النقطة أو ذاتية صفر صفر في هذه الحالة يعني المشتقة الثانية تنعدم النقطة التي تنعدم عندها وصورتها يعني صورتها قوموا بالتعويض في الدال لا ليس في المشتقة الآن قد أكملنا هذا السؤال نأتي إلى السؤال الآخر ماذا يقول السؤال الآخر؟ يقول إشارة أفلي إكس إشارة لاحظوا قلت تقول قائدة إشارة أفلي إكس إشارة أفلي إكس يعني تابعوا جيدا حتى تعلموا كلمة الإشارة هنا فيكم من يقول يا أستاذ هل هي إشارة المشتقة؟ لا إشارة العبارة ليس هي إشارة المشتقة لأن إشارة المشتقة هي أفتحة لإكس نبحث عن إشارة هذه العبارة أما هو آراد من أفلي إكس أفلي إكس يعني كلمة إشارة معناه تفسيرها البياني أنه لاحظوا حتى يعني لا نكثر عليكم الكلام نبدأ هكذا ها هو محور الفواصل الإشارة تستخرج من محور الفواصل لاحظوا المكان الذي يقع فوق محور الفواصل هو موجب مثل هذا هنا وعندنا كذلك هنا لاحظوا أبنائي وعندنا هنا في هذه الأمكانة نقول آفلي إكس أكبر أو يساوي السفر في هذا ما هو المجال يا أبنائي؟ لو نأتي الآن إلى رسمة هكذا أفول نقوم برسمة الجدول البسيط من خلاله هكذا نذكر إشارة أفلي إكس لاحظوا هنا إكس الدلة معرفة من نقص ملا نهاية إلى ماذا؟ تابعوا جيدا إلى غاية النقص أربعة ومن نقص أربعة إلى السفر لاحظوا من السفر إلى الزائد ملا نهاية هنا الدلة غير معرفة تابعوا أبنائي هنا الدلة غير معرفة وهنا نكتب أفلي إكس لها عبارتها تابعوا هي من ماذا؟ ما هو الأمكان التي تكون فيها؟ ونحن نتحدث إذا قلنا نتحدث هنا نتحدث لمحور الفواسل دائما من هنا إلى غاية هذا المكان إذا سميناه ألفا نسميه ألفا أو هو يظهر في المنحنة أنه نقص أربعة ونصف أو نقول ألفا لا يهم المهم هو من هنا إلى غاية الألفا أو نقول أربعة ونصف حتى يكون الرسم دقيق جدا يعني بالتقريب لاحظوا إلى هذه المكان هو أربعة ونصف إذا ناقص نجعل هكذا ناقص لاحظوا ناقص أربعة أربعة ونصف هنا لاحظوا من هذا المكان في هذا المكان من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص أربعة ونصف يكون فوقا فوق يعني زائد ثم من هذا المكان لاحظوا هنا أين هو تحت إلى غاية هذا المكان يعني هنا ناقص يعني هنا ناقص يعني يقع تحت ثم لاحظوا هنا فوق يعني من هذا المكان إلى غاية ناقص صفر فاصل خمسة ناقص صفر فاصل خمسة هنا نجعل هذا الصفر يعني هنا تكون تنعدم لا جدال هنا في نقاط تقاطع مع محور الفواصيل تكون F ل X تساوي الصفر هذه قاعدة تكون F ل X تساوي الصفر عند ماذا؟ عند الناقص 4 ونصف وعند الناقص نصف لهذا جعلت هذا رمز الصفر لأنه يعدمها ثم ماذا؟ يعني هنا لاحظوا من هذا المكان إلى غاية هنا كم تكون فوقها زائد ومن هذا المكان إلى هذا المكان كما أوضح ها هو المنحنة يقع تحت تحت ناقص ثم من هذا المكان إلى غاية هذا المكان لاحظوا المنحنة يقع فوق دائما ننظر إلى محور الفواصيل فقط لا تتعبوا وقلق زائد ها هي إشارة F ل X إذن هنا زائد ناقص زائد ناقص ناقص زائد مع احترام مجموعة التعريف احترام مجموعة التعريف هنا لاحظوا هذه مجموعة التعريف عليكم أن لا تجوزوا فيها يعني لا تعبئوا بها عليكم باخترامها فقط ها هي مجموعة إذن هذا هو إشارة جدول إشارة الـ F ل X بهذه البساطة إذن ما هو موجود فوق محور الفواصيل زائد وما هو تحت محور الفواصيل ناقص وما يقطع في هذا المكان وهذا المكان نقول F ل X تساوي السفر فقط الآن لو قيل كذلك لاحظوا جيدا جاءنا إلى السؤال الذي بعده قال أرسم منحني الدلاء G طيبنا الدلاء وضعت لنا الدلاء G لكن هذه الدلاء G بماذا عرفت؟ عرفت بأنها تساوي لنا القيمة المطلقة لـ F ل X يا أبناء اركزوا معي كلمة القيمة المطلقة لـ F ل X معناه هذه القيمة مهما كانت كيف تكون موجبا لأن درستم أن القيمة مطلقة مهما كان موجبا ولو قلتم ناقص 2 هي 2 ولو قلتم 2 هي 2 يعني القيمة مطلقة دائما لو قلتم ناقص X تساوينا نفسها هي ماذا؟ هي القيمة مطلقة ل X أن دائما القيمة مطلقة مهما كان بداخلها تكون عبارة عن قيمة موجبا ما منه؟ إذا قلنا لاحظوا جيدا يعني هذه الجيل X ماذا يمكن لكم أن تساوي؟ تساوي عبارتها تساوينا إذن هذه الجيل X يأما تأخذ قيمة تساوينا F ل X يأما تساوينا ناقص F ل X لماذا؟ لأن قيمة مطلقة ل X تقول قاعدة يأما يساوينا X أو يساوينا ناقص X إلى أن هنا X يكون أكبر أو يساوي صف وهنا X أصغر أو يساوي صف هنا كذلك نقول F ل X إذا كانت ماذا؟ هنا إذا كانت F ل X أكبر أو تساوي صف وهنا F ل X أصغر أو يساوي صف مثلها مثل X إذن هنا لو تلاحظون الرسم كيف يكون هذا مع احترام هذه القاعدة أن F ل X يكون أكبر من الصف كلمة F ل X يكون أكبر من الصف معناها المنحني يكون فوق محور الفواصل المكان الذي يكون فيه المنحني أكبر من محور الفواصل هنا في هذا المكان نتركه كما هو يعني يبقى المنحني نفسه من هذا المكان لاحظوا هنا وماذا؟ وهنا تابع أبنائك حتى التعلم ورسم هذه الأشياء هنا ثم هنا لاحظوا هكذا هذا الجزء الأول نأتي الآن إلى الجزء الثاني اللي هو تسوينا ناقص F ل X لما يكون F ل X أقل من الصف يعني يكون المنحني تحت محور الفواصل لما يكون محور تحت محور الفواصل نضربه في إشارة ناقص كيف يعني يناظر بأبسط الأمور أنه يناظر بالنسبة إلى محور الفواصل يعني هذا المنحني يا أبنائي يناظر هكذا ثم هذا الذي تلاحظون هنا يناظر هكذا يعني كيف يصبح منحنة الدالة G يصبح هذا هذا ثم هذا هكذا الرسم المنحنجي هو الذي هنا أمامكم باللون الأحمر وهو يقع فوق محور الفواصل لهذا لأن قلت هذه العبارة مهما كانت هي قيمة مجابة يعني لو نقول نريد أن نفسر نقول CG يقع فوق محور الفواصل لماذا؟ لأن كل القيم هذه مجابة يعني ما كان فوق محور الفواصل أتركه كما هو هذا وهذا ركزوا فقط وهذا كان فوق محور الفواصل لأن محور الفواصل ها هو أمامكم ها هو محور الفواصل نتركه والذي يكون تحت محور الفواصل ماذا نناظره ها كذا هذا هو رسم الدالة جي بأبسط الطرق يا ابناني فقط ها قد يعني تعلمنا كيفية ماذا؟ كيفية رسم منحان الدالة جي انطلاقا من رسم الدالة ماذا؟ F انطلاقا من الدالة F فقط لو طلب مني كذلك وقال أرسم H لX الذي يساوينا F لماذا؟ للقيمة المطلقة لX F لكن لاحظوا القيمة المطلقة هنا قيمة المطلقة خارج F وهنا داخلها في البطن ماذا يمكن أن نقول هنا يمكن أن نقول أن ماذا؟ أن التصبح تقول H دلة H زوجية في هذه الحالة تكون الدلة H كيف هي الزوجية؟ والدلة الزوجية كما تعلمون أنها تكون متناظرة بالنسبة يعني منحانها يعني A C H يعني يكون بصفة ما يقول متناظر بالنسبة لمحور لمحور التراتيب يكون متناظر كيف؟ يعني المنحاني ها هو الأول لاحظوا جيدا فقط ها هو منحاني الدلة H ثم المنحاني الثاني كيف يكون؟ يكون متناظر فقط هذا هو منحاني الدلة H ركزوا فقط هذا الذي قمت بلون باللون الأسود أما البقية الذي بقي باللون الأخضر ليس للدلة H لأن الدلة H زوجية يكون ماذا تقول قاعدة؟ يمكن الدلة الزوجية نرسم نصفها الأول الذي يكون من السفر إلى الزائد ملانيها يكون هنا من السفر إلى الزائد ملانيها والآخر نناظره بالنسبة إلى محور التراتيب ومحور التراتيب ها هو أمامكم يا أبناء ها هو محور التراتيب ها هو إذن الرسم فقط وأتمنى في الأخير أن يكون قد أعجبكم الشرح وزوروا موقعنا الموجود أسفل الفيديو ليصلكم إن شاء الله جديدان باستمرار لهو صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين كما لا تنسونا بالدعاء أرجوكم وجزاكم الله خيرا أبنائي والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر